خدت كل خيالك او حصيلة خيالك الى اي مدى لما كانت شخصية خائرة الشاطر بقى بتلبس بقى اقول لك اقول لك بس عشان اجمع الكلام بقى بقى هنا واقع بنا هقولك بقى اللي حصل ايه عشان انا كان عندي تجارب قبل كده مع شخصات حقيقة الرئيس جامل عبدالنصر اااااااااااااااااامصافة بي امين كده لانو بعد كده فيه اه خدو توفيق مش افكيك الخدو توفيق بتجيبهم من الكتب ما عندكش حتى صورة اليه ده مرسومة كده توكتا الباقي خيالك مصطفى عمين بجمال عبد النصر دول اشخاص تعرف مصطفى عمين شوية يعني مرئي شوية بس مو نادر في بتاعه جمال عبد النصر انت شفته اسمعته بس مش كل اجيال هنا جربت عدة الطرق ده اشرح اللي قلته قبل كده انه لو من عشر سنين كنت اعاد تدور على كل تنتوفة اي حاجة ظهرت فيها المهندس كانت شاطر فيديو صورة بتاقوى اعود مع الناس قعدت معاه يعني كنت بشتغل على المادة العلمية فيلم جمال عبد النصر ما عمل ليش حاجة عظيمة بس هو في ذكرياتي اهم ما فيه الطريقة اللي ذاكرت بيها مش اللي انا طلعته في النهاية الطريقة اللي ذاكرت بيها بأمانة انا ما عملتش ظروف كويس اوي لانه ظروف كانتش تمامة يمكن لكن بالتأكيد عملت بحث امتياز بصراحة حوريلك النسخة في وره هتشوف نسخة السيناريو مع كل ورقة فيها جاي بصورة الرئيس عبد النصر وتحديد تعليق ما عملتش كده المرة دي ليه لان انا قلت احنا فخر الشخصيات ابطال هذا الجزء نعرفها عصرناها تفاعلنا معها ممكن يبا واحد الشخصات دي انت طلعت على تويتر اش هتعمته فواحد اه اه رد فدخل هو ما تقول انت مش هو وحاجات كده اه وممكن اه وفيه اه اه سواء الرئيس اه عبد الفتاح السيسي المهدس خان الشاطرة اه اه دي شخصيات مش مجرد انت شفتها انت يا بتحبه يا بيزعلان معاه يا القام منه يا غيرت موقفك منه ما كنتش وصلت فيه وعين حبيته جدا اه سمام فده هتعمل ايه فيه بقى فجبت قررت قفلت الباب على نفسي الليلة واحدة كاملة الكاف ما زمين كاف انتخلت صباح طول وساعتي بقى هابل يعني ادور في حاجات ووصل لاشي بس ده كان بتركيز انا هتفرج على ثلاث لقاءات كل موانس خان الشاطرة لقاءات طويلة حيقول فيها كل اللي عنه وخصوصا راحت فيه بيتكلم عن اه كان قبل ما يترشح او ما يرشح نفسه يعني اه لرئاسة فلاقيت ان ده انسي في بقى هو بيقدم انسي فيه انا حصل لي كذا وكنت بكذا اتفرجت كويس اوي يعني كويس ته بمع التركيز عميق كان يعد معين واتفرجت على كامل من الفاتوغرافي كبير لي ثم قفلت قادي اقول مادة العلمية كان فيه عندي معايد مع واحد يعرفه وقعد معايد ومش اعرف ايه لغيته قلت لي مش موم اعرف بقى ميك حايدني بقى ويقول لي كان بيعمل كده وبيعمل كده خلاص انا عرفت انا عايز ايه الباقي خيال لو انا مشيت بخيالي مظبوط واحاسيسي صافية صافية يعني ايه يعني طلعت بقى خالد اللي كان ضدهم عشان هو في اليسار وطلعت خالد اللي بيقول بسه مرضو حرام يا جماعة مع الناس يعني قلت كل انا ايش عمسان ما في كذا خالد جواج كل واحد فينا بس يعني على حسب هو علاقته بيهم ايه انا طلعهم وبنقض بقى مجمعهم فشلت الكلام ده كله شلت خالد كمان اللي دخل عايز يبان فوسط الممثلين التانين او خالد اللي عايز يسترجع يبقى بطل المتاع مفيش كمان انا في صفيت ده اللي بيقول بنية صافية صفيت الصفحة اللي هيتطبع عليها الشخصية الجديدة من هنا هعمله حاجات ولازمات واتجاهات في التفكير والمتاع سافترضها اذا كنت ماشي مظبوط هنا يجي بقى الايه ان عين القلب الحادس هتوصل للحقيقة للحقيقة النفسية دي لو حد فاهم حاجة يبعتلي انا 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 فاهم جدا لانا انا عارف انك انت فاهم وانت 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 عمال ما تشرح فانا جاف بالي على طول مثلا انه خائرة الشاطر كان تروتسكاوي اشتراكي ثوري واتحبس اول مرة في 68 على هذه الخلفية اليسرية خرج من هذه الحبسة دخل على جماعة الاخوان فدي بقى تفاعله لو كان منظمة شمال كمان قبل كده وكان منظمة شمال فهو جاء من هندست اسكندرية بتفكير ليه خال من خلانه كان ناصر الاخير فده وانت قد عمال بتحكي فانا هنا بدأت تقلمس انه انت خدت كل ما هو متعلق بشخصية خيرت عشان تقدم لنا خيرت في نظر خالد طبعا لا ايه لو انا لما بص البصة دي لو احنا هنبتدي بالحتة اللي هو انا بمثل واحد وقفنا في لحظة من اللحظات الناس دي كانت في لحظة من اللحظات انا وانت خالد ويوسف كنا ممكن جدا نتعرض للادوان ولان احنا كمان كنا بنرد بادوانية واحنا راحين بتاعه مش عايزين الوزير ده وحنامت بتاعه والمسألة مش بالدريع ومش فيه فبس احنا دلوقتي كسابنا المعركة اللي جاي بقى لو طلعته في الشهر هتبقى اولا مش نبيل خالص لانك انت خسيس جدا يعني مسك واحد ما يتعرض تلاتش فيه يعني فهم خلص هو ده فصف الحتة دي لو مش هتحترم الانسانية في اعدائك وده مش عبارة مش ده احنا بقى عندما يختلف النبيل يعني ان تكون نبيلا حتى في الخصومة وده مهم طبعا 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 مش هتعرف تبقى صافي هتبقى صافي ازاي انت عايز تشوف واحد انت مشتوش انا عايز الوقت اشوف واحد مشتوش الكلام ده يخلينا لازم نشوف مشهد دلوقتي لخيرت علشان لازم الناس تربط الكلام ده اللي قد يبدو ان فيه شيء من الفلسفة وشيء من الافكار تعالوا نربطها بمشهد يقوم بيه خالد الصاوي وهو يجسد خيرت الشطر بمنظوره تعالوا نشوف يا باش مهندس خيرت التغيير في المؤسسة العسكرية محتاج سنين سنين ده كلام رائع نظريا نكون جيل نخش به من سنة أولى كلها الحربية ونترقى معها وقيادات إن شاء الله يحيينا ربنا احنا في لحظة حرجة صراحت مننا دلوقتي مش هنشوفها تاني في حشرات السنين أنا بتكلم عن تغيير ثوري جزري رأس المؤسس السباحس كريم المشكلة تنطول أيوة بس ده أمر خطر جدا واصطدام مع الجيش من السهل أنا بقدرش أصطدام بالجيش تمام يمكن بكرة أقدر الله أعلم لكن حاليا الاستطدام بالجيش هو بالدهر خطر وجود يا جماعة كلها وكمان تغيير قيادات العسكرية لاحيوافع عليه صبات الجيش ولا منس بالشارع وده اللي أنا بقول أباش مؤنس إلا كان في سبب كبير خطير حدث جلل يستهدف المؤسسة العسكرية ويهز البلد كلها الرتيالي المشير تنطوي خطر جدا كلها شك فينا وهنبقى متورطين اختيالي يا جزي لو بتكلم عن تصفية معنواية خطأ فازح لو عفين بالبلد بطحة لما بعده أخونا مرسي يجي يقيله الناس ما تقعبش ضده بالعكس طو أخونا أضحى طب في حالة إقالة المشير تنطوي مين البديل؟ جهاز الاستخبارات بتاعنا عمل تحريات عن تاريخ أكتر من اللواء في القوات المسلحة والأنسب للجماعة اللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية خطأ فادح وخطر كبير رجل مش سهل على الإطلاق وأنا بتكلم عن معرفة شخصية ويأكد كلامي عصام السلطان ويزيد علي كمان أنه رجل له عقليات أداهية بحور وغوية يا باش مهندس خيرت إحنا مش بنتكلم عن قراء شخصية واحتمالات ود وكره إحنا مش شوية دلويش عشان نمشي ورا إحساس عصام السلطان وغيره أنا بتكلم عن تحريات الإخوة نزلوا وعملوها عن قراء زباط الجيش نفسه تمام فين الكلام له؟ في ملف؟ لسه بيستكمل زيك يا سيد العقيد أهلاً يا سيد أحمد عامل إيه؟ الحمد لله بخير أنا ببنى عينكم والله عارف مشغلكم أنا بقابل جرنا اللواء عبدالفتاح أحياناً في المسجد الإخوة في شعبة مدينة نصر شغالين على الجران وبعض زباط الجيش في نفس المنطقة اللواء عبدالفتاح علينا الكلام قوي وهادي جداً انت بسأل عنه ليه؟ واللي وصل لنا لحد دلوقتي أنه هو شخص متدين وولاده أزهريين وزوجته محجبة رجل متدين وحافظ كتاب الله صوام وقوام ما شاء الله عليه؟ أيهما أقرب لنا الآن؟ رجل متدين؟ أم رجل يحقق أهداف الجماعة؟ المتدين طبعاً لأن ممكن بعد فترة أخي هو يبقى مننا لا أنا مش موافق على الرأي ده لو ما كانش رجل طوع محطتين ثلاثة وحنصطدم بيه بالتأكيد طب حضرتك يا باشموهندس شايف مين البديل؟ ما أنا قلت البديل اللي عندي؟ باشموهندس خيراً الترشيح بتاع ساعدتك استحالة قوات المسلحة توافق عليه وزير الدفاع الجديد لازم القوات المسلحة تكون متوافقة عليه وإلا نكون بنلعب بالنار يا أخوة يا أخوة ناجي الموضوع وزير الدفاع الجديد ده ونفكر دلوقتي إزاي المشير تنطوي يمشي ترجمة نانسي قنقر